بدموع الفرح استقبل ذوال لبنانيين الأتين من السودان أقرب أهم إنهم ركاب الطائرة الثانية التي وصلت إلى بيروت فجر الأربعاء 32 راكباً من بينهم 12 فلسطينياً تنفسوا الصعوداء بعد رحلة شاقة بدأت بالتجمع عند أحد الفنادق في الخرطوم نقطة كتير سيف للناس تجمع فيها والبساطة بتقدر تتحرك بشكل مريح لأنه بتكون أقرب نقطة على الخروج من الخرطوم بصعوبة إذن كان اللبنانيون يمشون لساعات حتى الوصول إلى فندق روتانا في الخرطوم لتنقلهم حافلات أمنتها دولة الإمارات إلى بورت سودان رحلة تستغرق حوالي 12 ساعة ومن هذه البقعة الجغرافية عبر البحر ل 16 ساعة على متن بارجة ملكية سعودية إلى جدة ومنها عبر الطائرة إلى بيروت كانوا السفارة السعوديين بانتظارنا بالمينة وسحلوا لنا كتير يعني عطيونا كتير طمأنينة لوصلنا يشكرون الله على وصولهم بأمان لكن على وجوههم بعض العتب في مرة دكتورة زوجة لبنانية ومع الجنسية وبنتة لبنانية ربت كيف توصلوا مع السفيرة وتفاجأت أنه صار في مشكلة على التليفون بين السفيرة وبين هذه المرة زوج سيدة المذكورة أشرف كريم يسرد للأم تي في بينما لم تتعب السفيرة نفسها للراد على اتصالات والاكتفاء بإرسال رسائل صوتي عبر الواتساب وبعدما تركت زوجتي وابنتي في الخطر تجاوب الأجانب معي فسفارة البلغارية أمنت لهما المواصلات إلى قاعدة عسكرية توجهتا منها إلى الأردن فألمانيا بانتظار سفرهما إلى بلغارية الأسبوع المقبل فلبنان في سياق متصل تسهيلة حاول رئيس الهيئة العليا للإغاثة القيام بها لمساعدة سيدة من عائلة محيدلة هي مدام لبنانية مع أربع أولاد سودانية زوجة سودانية أحد يستطيع أن يترك أولاده ويأتي هو ما أحدها يعمله بس إن شاء الله يعرف السفير السوداني بكل صراحة يعرف يجددهم البسبرات للولاد حتى ندعنا ناخد مسؤولية على عطتنا ومع وصول الدفعات المتبقية تباعا يبقى الأمل أن تصل الجهود المبذولة إلى نتيجة ملموسة